سلمت شركة نافانتيا ظهر الخميس اول الكورفيتات الخمسة والذي يحمل اسم الجبيل بحضور سعادة سفير المملكة في اسبانيا عزام القين وقائد القوات البحرية الملكية السعودية معالي الفريق الركن فهد لغفيل وقدشن قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله لغفيل السفينة الاولى من مشروعات السلوات من طراز كورفيت افانتيا 222 والتي اطلق عليها رسميا اسم سفينة جلالة الملك لجبيل وذلك ضمن مراسم التجشين والتي وقيمت في مدينة سان فرناندو بمملكة اسبانيا حيث قام قائد القوات البحرية برفع عالم المملكة العربية السعودية اذانا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية الملكية السعودية وشارك في مراسم تجشين سفينة جلالة الملك لجبيل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة اسبانيا عزام بن عبدالكريم القينة وعدد من كبار الضباط القوة البحرية الملكية السعودية والملحق العسكري بصفارة المملكة في مدريد ورئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعة العسكرية صامي وكذلك رئيس هيئة اركان القوة البحرية الإسبانية الفريق والانطونيو مارتوريلو عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية وممثلين من شركة صامي نافانتيا ونافانتيا الإسبانية بالإضافة إلى جهات أخرى ومن جهات عرب قائد القوة البحرية الملكي السعودي الفريق الركن فهد بن عبدالله لغفل عن سعادته بهذا الانجاز المميز لتجهين باكورة مشروع السلوات سفينة جلالة الملك الجبال واضاف ما عليها ان هذا الانجاز يعتبر محطة بارزة في تاريخ القوات البحرية الملكية السعودية كما سيصهم في رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الامن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة مؤثمنا الدعم غير المحدود والذي تحظى به القوات المسلحة بشكل عام والقوات البحرية على واجه الخصوص من قبل خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان وكذلك نائب وزير الدفاع الامير خالد بن سلمان تتميز سفينة جلالة الملك الجبال بكونها تتضمن احدث الانظمة القتالية للتعامل مع كافة التهديدة الجوية والسطحية وتحت السطحية وكذلك الحروب الالكترونية التي تفوق بقدرتها الكثير من سفن بحرية العالم حيث سيتم تزويد سفينة مشروع السلوات باول نظام ادارة معركة سعودي مئة في المئة تحت اسم حزم وتم تطويره من قبل شركة سامي نافانتيا وقد عبر رئيس التنفيذ للشركة السعودية للصناعة العسكرية سامي المهندس وليد بن عبدالمجيد ابو خالد في هذه المناسبة وقال يحق لقطاع الصناعة الدفاعي السعودي وشركة سامي الفخر والاعتزاز بالانجاز والنجاح الذي تحقق من خلال التعاون مع الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الاصلية من اجل خدمة القوة المسلحة السعودية اننا على ثقة من ان سفينة جاللة الملك الجبيل ستشكل اضافة وقيمة وستدعم القدرة الدفاعية للمملكة ويصعدني بالنياب عن شركة سامي ان اتقدم بخالص الشكر وعظم الامتنال لقيادتنا الرشيد على الدعم والتوجيه للمستمرين